كيف يمكن افتكاك السلام من بين أنياب الحرب النشبة في الجسد اليمني منذ أكثر من عامين؟ بقي هذا السؤال يؤرق اليمنيين على مدى أيام الحرب وفي كل لحظة كانت تنطلق جولة جديدة من البحث عن الحل السياسي كانت تتصعد أمالهم باقتراب لحظة الخروج من الأزمة إلا أن المحصلة المخيبة للأمال التي خرج بها هذا المسار خلال عامين جعلت اليمنيين يحتفظون بنسبة عالية من التشاؤم إزاء هذه التحركات التي تبدو بلا نهاية بعد أقل من شهر على انطلاق عاصفة الحزم أعلن التحالف العربي إيقاف العملية وإطلاق ما يمكن اعتباره المرحلة الثانية منها وهي عملية إعادة الأمل تتضمن عملية إعادة الأمل التي أطلقت أواخر إبريل من العام 2015 شقين أحدهما عسكري ويعني استمرار العمليات العسكرية التي أطلقها التحالف في السادس والعشرين من مارس والآخر السياسي يدعم الجهود الأممية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية على أساس القرار الأممي 22-16 ومنذ انطلاق الجولة الأولى من المحادثات في جنيف منتصف يولو 2015 لم يحدث أي تقدم حقيقي فبينما تصر الحكومة على تنفيذ القرار الأممي 22-16 والذي يقضي بانسحاب الميليشيا وتسليم المدن تحاول سلطة الانقلاب حرف مسار المحادثات نحو إعادة تشكيل المشهد السياسي والقفز على الانقلاب وما ترتبعا وبينما تستمر العمليات العسكرية ويستمر معها انحسار سلطة الميليشيا على الأرض بقي الحل السياسي متعذرا حتى اللحظة نتيجة لتعنت ميليشيا الحثي والمخلوع ورفضها تنفيذ القرار الأممي يضاف إلى ذلك تقاعس واضح من جانب المجتمع الدولي عن إيجاد مخرج مناسب للأزمة اليمنية مع تركيز على الحالة الإنسانية المصاحبة للحرب والتي تستغلها الميليشيا لحرف بوصلة الحل المفترض باتجاهة لا يمكن أن ينتج عنها حل حقيقي وهو ما تجلى بخارطة الحل التي قدمها المبعوث الأممي أواخر العام الماضي والتي لا تزال الحكومة ترفض التعامل معها وصفها تتعارض مع المرجعيات الأممية والوطنية بخصوص الحل في البلد وتنحاز لرؤية الميليشيا وعلى مسافة عامين من انطلاق عصفة الحزم وإعادة الأمل لا يزال الحل السياسي بعيدا ولا يبدو أن الخطوات التي قطعت في هذا المسار وانتظره اليمنيون